بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لتصميم الأعدة المربعة هنتكلم النهاردة على part 11 وهو إيجاد الحديد بتاع التسليح بتاع الأعدة لو لخصنا اللي احنا قلناه في الأجزاء السابقة قلنا ان احنا جبنا أول خطوة الأحمال اللودز وبعدين جبنا الديمينشنز بتاعة الأعدة وبعدين جبنا الستريسز تحت الأعدة وبعدين جبنا ديزاين للمومنت يعني جبنا تي اللي يقاوم المومنت وبعدين جبنا البانشنج إزاي نجيب ديبس للبانشنج بحيث ما يحصلش بانشنج وبعدين جبنا مين الديمينشن اللي هي تي من دول كلهم جبنا تي اللي تقاوم التلات آآ سترينينج أكشن دولت وبعدين جبنا من هنا البي والبي عشان ده مربع يتبقى لأنه نجيب بقى الحديد ده اللي هنجيبه فيه الpart الآتي عشان نجيب الحديد يا إما هنستخدم الجداول بتاعتي الاريا اس اي بتسوي الاريا اس اتنين اي اللي هي عبارة عن المومنت بتاع اللي انت جايبه فيه أول خطوة أو تاني تالت خطوة على الجي والجي ده بناخده بكم بوين تمانية اتنين ستة على أساس ان انت واخد السي وان بكم بفايف فالجدوة اللي عندك لما بتلاقي ان السي وان بتاعتك زادت عن اربعة وستة من عشر بتلاقي نفسك ان ان انت بتاخد الجي بوين تمانية اتنين ستة والدي عندي والف ده عندي ما تحطهاش بثلاثمية وستين حطها بثلاثة وكم وستمية والمومنت بتاع ما تنساش الدربه في عشر وقصة كام خمسه يبقى در جيب الحديد ده بيساوي الحديد او لو اشتغل بالفيرست برينسبال بتجيب الاي وبعدين بتجيب الاريا اس اي هي هيها الاريا اس اي اللي احنا جايبينها بالطريقة دي لازم اجيب بقى الاريا اس من امام عشان اقارن بيها الاريا اس من امام عبارة عن بوينت او او وان فايف يعني 15% من المساحة الخرصانة يعني 0.0015 في المية في مين في الدي والله لو لقيت ان الارية اس دي اكبر من المينموم هاخدها لو لقيت المينموم اكبر هاخد المينموم بتاعتي طيب ازاي بقى اختار الحديد بتاعي اولا اقل قطر لازم تستخدمه في الفونديشن الفاي مينموم بتاعتي عبارة عن فاي كام فاي 12 وبعد كده المسافة بين كل سيخ وسيخ مفروض من كام يعني عدد السيخ في المتر يا اما من خمسة لكام لعشرة في المتر خمسة يعني كام يعني 20 سنطي ما بين كل سيخ وسيخ وعشرة يعني عشرة السيخ ما نزودش المسافة عن 20 وما نقلهاش عن كام عن عشرة عشان كده العدد ما بين خمسة وكام وعشرة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة في المتر واضح او مش واضح ودي نبدأ نطلع الحديد بتاعي ونطلع مساحة او الحديد اللي هو العدد كام والقطر بتاعه كام في المتر يتبقى ليه اخر خطوة عندي او القبلة الاخيرة اللي هي للشيك بوند كلمة بوند يعني ايه يعني انا الحديد بتاعي هحطه هنا كده صح؟ وهنا الكريتيكال سيكشن بتاعي بتاع مين بتاع المومن فانا خايف ان الحتة دي ممكن نتيجة انها عليها شد ان يحصل فيها ان هي تتخلع من الخرصانة فبنعمل تشيك بوند بنجيب الLD اللي هو 60 في فايل اللي انت اخترتها واتقرنها بمين؟ بالCI بتاعتك على حسب الCI لو لقيت ان الLD بتاعتي اقل من الCI خلاص يبقى انت ممكن تستخدمها ايه؟ الشيب اما لو كانت اكبر فممكن تستخدمها مين؟ اليو شيب بتاعي الشكل دوت شكرا